أكثر من ثلاثة ألاف زارع للكلا والكبد قد يضطرون للعودة إلى عملية الغسيل بعد قرب نفاذ أدويتهم ومشغلات غسيل الكلا تحذير أطلقه رئيس المنظمة الليبية لدعم التبرع بالأعضاء محمود بودبوس على وزارة الصحة ودوان المحاسبة وهيئة الرقابة ضرورة متابعة الملف بشكل عاجل يقول بودبوس ويوضح أن أسعار هذه الأدوية غالية جدا مقارنة بدخل المواطن حسب قوله عدم وجود الضمير وجود لوبيات مافيات عصابات حقيقة تتحكم في الإدارات في الدولة بشكل عام وخاصة المزارة الصحة نحن الآن معقولة شريحة كاملة لوجود لحب الدواء واحدة منذ سنوات سنة 22 جابونا 20 يوم فقط والأدوية هذه غالية وهذا زارع كلها هناك حقيقة مركز متخصص لزراعة الأعضاء في طرابلز من أفضل مراكز العالم تحصل في سنة من سنوات على الترتيب التاسع عشر على المستوى العالم لأن نحن المركزات خارج التغطية في مقابل هذا التحذير قلل مدير إدارة المعدات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة أحمد شباش من خطورة الوضع على المرضى قائلا إن هناك تأخيرا في توريد المشغلات والمعدات ولكن ليس كما يتم تداوله مؤكدا أن عملية توريد الاحتياجات سيستخدم فيها الشحن الجوي لضمان وصولها في أسرع وقت فور فتح الاحتمادات من قبل المصرف المركزي مؤخرا ظهرت بعض الأزمات المشابهة في القطاع الصحي بعضها متراكم منذ عقود مسببة الضرر للمرضى داخل ليبيا وخارجها ناهيك عن تراكم الديون على ليبيا في عدة بلدان أدى لتوقف علاج المرضى بين الحين والآخر لسيما مرضى الأورام سبق هذا أزمة مرضى ضمور العضلات الذين تجاوبت معهم الحكومة لتوفير علاجهم بعد وقفات احتجاجية يبقى القطاع الصحي في ليبيا يعاني من أزمات متراكمة منذ عقود لم تجد حلولا ناجعة لتحسين خدماته رغم المبارغ الطائلة التي تصرف مقابل علاج المرضى في الخارج